اشتركوا في القناة 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 ان الله اشتركوا في القناة 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 يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاب يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد 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 اللهم صل على محمد ومن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادع برهانه المبساط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعد مشانه خلق الخلق لحكمه وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمه تعلفت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة أظهرت في هيكل محمود فتعنطرت بوجودها أكناف الوجود وتروزت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صلي وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ويبينا حمدك الرغم الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله نجل الحق في عالم كدسه الواسع نجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أمرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر التصر به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الأبيب يا لكلب سروره قد طوالا بحبيب أمل أنا منوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تلقى في الحسن على مكام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلده بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما قدر أنه رفعة في شعونه وكمالا فسبحان الذي أمرز من حضرة الإمتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويآل في تعجل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البتون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقىها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا دعمك الرغم الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتا يعرب بها اللسان عما تضم له الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في السدور من الإيمان كواعده وتلوق على أهل اليجين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصالك في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله وأهل للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكر وما الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة اعتشر سرها في البحر والبر اللهم صلِّ وسلِّم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التأيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بأك الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكبال صلاة يتسل بها رؤى المصل عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا صوة المجد بكربه وتفيع دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوال بنشر ذكراهم نسيم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ويبينا وحبه للرؤوم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبالي وعليم على آيان يا الله اللهً الله الله عسى بعد الضمام يقع لشرب آلي 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 بدالي من عظيم العطام قد بدالي بدالي من عظيم العطام قد بدالي وحسن الضمام في مدن دعاني رسماني دعاني رسماني يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمام يقع لشرب آلي وفي أعطى كباب نتاة قتل آلي وفي أعطى كباب نتاة قتل آلي وفي أعطى كباب نتاة قتل آلي وهذا منتغر فاتل للوهاب النوالي لَلَيَ اللَّهِ يَا عَلِمْ بِحَالِيَةً يَا عَلِمْ بِحَالِيَةً عَلِمْ بِحَالِيَةً عَسَى بعد الضمام يقع لشرب آلي خطي الشرب آلي أَيَا ذَا الْجُودِيَا آرَبِيَا مَوْلَى المَوَالِيَةً وأَيَا ذَا الْجُودِيَا آرَبِيَا مَوْلَى المَوَالِيَةً وَيَا مُعْطَى الْعَقْوَىى عَظِيمَاتٍ الرِّزَالِيَةً عظيمة الجزائي وَلَا جَلْطَانِ يَا رَابْ يَا عَلِمْ بِحَالِيَا عَلِمْ بِحَالِيَا عَسَى بَعْدَ اللَّمَةَ يَبْعْدِ شُرْبَ حَالِيَا يَبْعْدِ شُرْبَ حَالِيَا أَلِكَ نَا بَرَدَ عَفُوِي وَأَسْلِكُ الْنَبَادِيَا أَلِكَ نَا بَرَدَ عَفُوِي وَأَسْلِكُ الْنَبَادِيَا وَجَمِّ اللَّهُ يَاسِي لَنَا سُبْنَ الْكَمَالِيَا لَنَا سُبْنَ الْكَمَالِيَا يا جمطان يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الطباء يا فعلي شرب حالي يا فعلي شرب حالي بداري من عظيم العظام قد بداري بداري من عظيم العظام قد بداري وحسن عظم في من دعاني وسماني بداري من عظيم العظام قد بداري يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الطباء يا فعلي شرب حالي يا فعلي شرب حالي اللهم صد وصدق وباري وعلي وعلي أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم الكديم بذهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتكذيم وتكريم نفغت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة ففلقت بيتة التصوير في العلم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هامر لوصف الكمال المتلك والحسن التامي والزين فتلق لذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبدون فما من سلب ضمه إلا وتمج عليه من الله النعمة فهو الكمال التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت استقراره وموت خروجه وكان كذت الأقدار الأزلية بما كذت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرهاب الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا أن يرى الأفكار دهوره وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لتيه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسر لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموسوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويئا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأجلام عن شعور خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داع التعلك بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوك إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ويبينا وحمد للرغوب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله وقد آل للقلم أي خط ما أركذه فيه الأنام مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحصن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ علينا في شأن هذا الأبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والكرطاس وتتنزه في حدائجه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الأبي بأول مخلوق مرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تكادم وقد أخرج عبد الوزاك بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا قال ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبتول من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلنه يد العلم القديم إلى من خصصنه بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بثنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على أك هذه الترة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسك منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من أمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم قيودات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صلي وسلم أشرح صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا وحبه الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليهم على أهل اللهم صلي وسلم وبارك عليه على آله وموضع لكتبه هذه الترة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بكرب دهور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل جابة لكريش نتقط بفصيء العبارة معلدة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعدر الفرح بملاكات أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البتون والدهور فأظهر الله في الوجود بهتة التكريم وبسط في العالم الكبير مائتة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صلِّ وسلِّم أشرح الصلاة والتسليم على سيدنا ويبينا وحبك الروم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله فحين قرب عوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيم وأمطار الجود الإلهي على آل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج صحان الله الحمد لله وإله إلا الله مغبا وَالْكُدْرَةُ كَشَفَتْ كِنَاءَ هَذَا الْمَسْتُورِ لِيَبْرُزَ نُورُهُ كَامِلاً فِي عَلَمِ الدُّهُورِ نورا فاغا كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعيه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممتود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الأور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مدعن لله بتعظيم والسجود يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك اشراك الكون عبد الحاجة في وجود المسر عظم أحمد وعرياء ذلكون انصر يا رسول الله وسرور قد تجاك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك فترابوا يا اهل المساني فهزار اليوم نغار واستضيعوا من جمال يا رسول الله فَقَفِرْ حُسْنِ تَفَرْحَانِ يَا نَبِيلِ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيلِ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَمْ عَلَيْكَ وَلَدَى الْبُشْرَبِ سَعَدٍ مُسْتَبِرٍ لَيْسَ يَنُفَى حَيْسُهُ الدِّينَ عَطَاءً يَا رَسُولَ اللَّهِ جَمَعًا فَخَرَ الْبُؤَبًا يَا نَبِيلِ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيلِ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَلِرَبِّ كُلُّ حَمْدِ جَلَّ أَيَّ حَسُورَهُ الْعَلَيْكَ إِذْ حَبَنَا بِوْجُودِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُصْطَفَى الْهَدِي مُحَمَّدِ يَا نَبِيلِ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيلِ سَلَمْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَرْحَبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَلَكَ مَرْحَبًا بِكَ إِنَّ بِكَ مَسْعَدْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا يَا نُورَ عَيْنِي مَرْحَبًا مَرْحَبًا يَا تَالْحُسَيْنِي مَرْحَبًا وَا بِجَانِي يَا إِلَهِ مَرْحَبًا جُوتُ وَبَلِّعُ كُلَّ مَكَصَدْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا يَا نُورَ عَيْنِي مَرْحَبًا مَرْحَبًا جَدَالْحُسَيْنِي مَهْدِنَا نَهْجَ سَبِيلِي مَرْحَبًا مَرْحَبًا غَيْنِي يَا نَهْسَيْنِي مَرْحَبًا 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 يَا رُوعَ مَحَيْنِي مَرْحَبًا مَرْحَبًا signs اشتركوا في القناة ورمعيني مرحباً مرحباً جادم حسائي مرحباً مرحباً والصلاة الله تغشى يا الله أشراف العسل محمد يا الله ربي تغفر لي الظهر يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله ببركة الهدي محمد يا الله 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 وقع عليتي فاستهل فسمعتك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فعضاء له ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعتك إلي يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاوتني الرعب وظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعتك إلي يقول أين ذهبت به قال إلى المشرك قالت فلم يزل الحديث مني على بال أتى بتعته الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفي عند مولاه وأن عين علايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صلِّ وسلِّم أشرح صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا وحفنك للرؤون الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بتون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم عسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكاره الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برّى الرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على المعنى الجزر إذا تعاق المسكين أجابه عجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأغملة وله مع شهولة أخلاقه الهيمة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نشر تيبه تعطرد الترق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلقه في المرية محمود إلا وهو امتلقا عن زين الرجود أجملت في وصف الأبيب وشأنه وله العنى في مجده ومكانه أوصف عز كد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك علنة الأجلام في هذا المكان وأكرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي 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 وبركاته السلام عليكم أيها النبي وبركاته اشتركوا في القناة قديم حمد بأحمد واسعد كان لها قديم اشتركوا في القناة 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 يا فوزا اشتركوا في القناة 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 وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرعك اتبائه من السادكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافدين اللهم إن لنا عدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك مجاب من الدين وتوجهنا في إليك مستشبعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤملة بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهتي أولدنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم رياد تين الكويم في جميع الأقطار الممشورة ومعلم الإسلام والإيمان بيالها معمورة معنا وسورة وابشف الله مقربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك علي بدك المؤمنين أجمعين واكفي الشر المعطتين والظالمين وبسوط العضل بملات الحك في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر ألا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الضنوب والخطايا وأدمنا في العمل بتعادك فسدك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخي أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصاب ومنه منسوب وأخد عوانا للحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما ينصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر